أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والجهات المعنية في مباشرة استكمال تنفيذ خطة بناء تسعة مساجد في مدينة شرق الحد وتخصيص الميزانيات اللازمة لذلك كما وجه سمو الجهات المعنية بأن يتم الشروع فورا في بناء مسجد لحي الجليعة وأم السوالي وفق المعايير الحديثة والتصاميم الإسلامية مع الإبقاء على الترتيبات الحالية للأماكن المخصصة لأداء الصلوات حتى اكتمال بناء المساجد بمدينة شرق الحد